بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرفي الأنبياء والمرسلين أحبتي في الله معكم دائما خوكم معتجاني طولت عليكم شوية لظروف خوتي سامحونا سامحونا ما عليش خوتي إن شاء الله تكونوا بخير كلكم والله قلت وحشناكم ربي شاهد واش نقول لكم خوتي العزاز دائما الجديد خوتي دائما الجديد النصائح في التجهيز فكما تعلموا خوتي العزاز الآن خلاص وصلنا للمراحل الأخيرة كاين عدا اللي يخرج وكاين اللي ما زال ولكن نقول لكم خوتي العزاز ما تقلقوش يعني رانا عادة ما تخلناش للمارس المفروض يعني إخوتي في الله لا فام مارس حتى لا فام مارس عادة ديبي دافريل يبدل إنتاج مشكلة خوتي العزاز ما تقلقوش لأنه ما زال البرد ما زال النهار ما طوال خوتي العزاز ما تقلقوش تماما تمام لأنه كل واحد والظروف اللي يعيش فيها الطير التاعي خوتي العزاز ما زال البرد ما زال البرد خوتي المؤكد إخوتي في الله دائما ناصائح في الإنتاج خوتي العزاز ننصحكم أول حاجة أول حاجة البرنامج الغدائي البرنامج الغدائي قبل ما نشوفوا المكملات الغدائية لأنه من اسمها هذه مكملات غذائية تساعد مثل إذا لم تكن البرنامج الغذائي تساعدك مليح لا تنتظر نتائج خوتي خلاص أول حاجة خوتي العزاز كما تعلمون كل واحد يمكنني ملف الطيور تساعده كان يمكنهم ميلانج كان يمكنهم يعطيهم الساك ويعطيهم في القوة دي الميلانج إلى آخره المهم خوتي في هذه المرحلة ننصحكم بعشبتين طبيعيتين خوتي بعشبتين طبيعيتين في كل مكان كاين خوتي أول حاجة التفاف ولا الهندباء كما نقول في اللغة العربية الهندباء خوتي العزاز ها هو الهندباء ستروح يعني الأول حاجة كما شتتوه في الفيديو السابق اللي كنت نقطف فيه في أرض ما تكونش أرض زراعية لأن الأراضي الزراعية خوتي العزاز يكون فيهم المضادات يعني مضادات الجرذان مضادات الحشرات لإباستيسيد لإنساكتيسيد ممكن هذا البرودوي تشيونا الطيرت تعنا خوتي العزاز صحيح قطفوهم من أراضي يعني ماشي أراضي زراعية كانت تفاف خوتي العزاز به بالبقطة به بالحشرات يعني ممكن كنت يعني نركزوا نلقوا حشرات كوحل هذك حشرة المن هذك حشرة المن غنية بالبروتينات الطيرت تعكم يأكلها يأكلها عادي ما تخافوش منها خوتي العزاز كنت تشوفوها كحلا هكا أو ديك الحشرة كليدهش ما تدهشوش خوتي هذك مليحة مليحة بزا بزا وطير كيف فاقصوا الفراخ الكناري تعنا أو المقنين تعنا يوكلها للفراخ تعو سيأخوتي هذك مغانية بالبروتين هذي التفاف التفاف خوتي العزاز أول حاجة كان لي بزاق ما يعرفش أنه التفاف يعني ما شاء الله ما شاء الله أول حاجة يطهر مطهر خوتي العزاز للأمعاء مطهر للأمعاء وثاني حاجة يساعد في التجهيز لاحتوائها على الألياف الفيطامينات الكالسيوم النباتي يعني ما شاء الله نبتة ما شاء الله خوتي العزاز نبتة طبيعية ما شاء الله الثاني حاجة خوتيها هو الأوسيلينيوم زي أخوتي أوسيلينيوم طبيعي نبتة الحريق نبتة الحريق خوتي في الله كل واحد يشعر لها بصح معروفة بنبتة الحريق الحريق يتعمل هكذا تحرقك أخوتي العزاز الطائر يموت عليها يموت عليها في هذا البريود تساعدوا في الجهوزية مئة بالمئة وخاصة لكم تشوفوا هذه الحبيبات الصغيرة يأكلها بزاف هذيك هي هو يأكلها كامل لأنه بزاف إخوة يقولوا يأكل فقط هذي وخلي الأوراق لا يأكل بالأوراق تلك الحبوب هذه أخوتي تجهز وماشاء الله تعاونوا مليح مليح ننصحكم بهذه الزوج تقدموها مرتين حتى لثلاث مرات بالأسبوع ماشي مشكل بكميات يعني ما تكتروش لأنه إذا زاد شيء عن حد هنقلا بلد إخوتي العزاز صحيح نتفاهم من الآن هذه قدموها مرتين لثلاث مرات وننصحكم خوتي نصيحة في الله كي تروح تقلعو أخوتي يعني في سبيل الله ننصحكم كي تروح تقلعو تيفا لا تنزعوها من الجذور حتى تنبت من جديد يعني لا تكون سببا في يعني في كي نقول لكم في الفساد ما تفسدوش الطابعة أخوتي العزاز هذه هي لأنه هم ناقصين بزا بزا والله قبل يمشي تنحوس يعني كارثة كارثة مكانش المهم إخوتي في الله هذه ومن تستوى تراب تراب الأحمر أو رمل البحر يعني قدموه نستعملها أنا ونبيع فيها في نفس الوقت نجيبها من أوروبا كما تفهمنا في الفيديو السابق الحمد لله يعني كين بعض الولايات ونحط فيها وعندنا وكالاء رسميين فيهم تقدروا تلقاوا أرقام الوكالاء في أسفل الفيديو إن شاء الله إخواني في الله هذه المرحلة جد حساسة جد حساسة أنا في هذه المرحلة نستعمل أول حاجة الأسفل سيلينيوم أخوتي دائما يعني المنتوج التي تشجعها فيها الوقت تشجعها أخوتي في الله هذا الريشاء الآن فقط عند الوكالاء الرسميين الأسفل الأسفل أخوتي نستعمل هذا وضع عدنا مشربية ما هي مائة ميريلي نستعمل يعني في مائة ميريلي نستعمل 10 قطرات في مائة ميريلي لكي لا تضيع أخوتي استعملوا 50 مليلي لتر فقط وضعوا خمس قطرات من الأوسيلينيوم خمس قطرات سمحوا لي يعني ها هو عفوان راني نصور ها هو الأوسيلينيوم خمس قطرات من الأوسيلينيوم في نصف مشربية أي ماء يعادل 50 مليلي لتر خمس قطرات الأوسيلينيوم أخوتي أنا شخصيا أريد أن أقدمها مرتين في الأسبوع مرتين في الأسبوع على مدار العام تقدموه مرتين في الأسبوع أخوتي بصح الله بيرود يفيد بزاف بزاف من بعد إن شاء الله كي طيور تاعي نشوفها وجدة وجدة وخاصة اللي نربيهم في الأقفاص يعني قبل ما تطلق المال قبل ما تطلق الظاكر على الأنثى أعطيهم الأوسيلينيوم أسبوع كامل أسبوع كامل واطلق بإذن الله البيض راح يخرج مخصب كله بإذن الله ما راح تلاقي مشاكل في تخصيب البيض لهذا الأوسيلينيوم محفز يعني الاسباغماتوزويد يعني الحيوانات المنوية يرجعوا فرتيل يرجعوا قويين ما شاء الله أنا سأقدم الأوسيلينيوم مرتين في الأسبوع أيضا خوتي فيتامين ما شاء الله كان بزاف ما يعرفوش لانتيريتها الفيتا كومبكس الفيتا كومبكس من أروع المكملات الغذائية من أروع المكملات الغذائية يعني يخدم الخدمات على الآخر ولكن زيادة فيه أنه يحتوي على الفيتامين سي الفيتامين سي خوتي العزاز عباكم الفيتامين سي يرفع المناعة على الطائرة ويعطيه طاقة ما شاء الله الفيتا كومبكس تستعملوه على مدار العام مرتين في الأسبوع مرتين في الأسبوع في نصف مشربية توضعه ثلاث قطارات فقط ثلاث قطارات فقط في نصف مشربية وتقدموه الطيور كاين يتعني الكالسيماكس غني عن التعريف خوتي العزاز مرة تحتوي على الكارسيوم ,ان Afterwards , whereas يحتوي على كارسيوم … فيGOD , ويعلعب با مهدئ ويُوفر لأنثاني يفعل لأنثى ولتي ستواجه لشيعة من أموره مشاكل البيض يجيب لقشرة او ايضا يهدأ الانثى يهدأ الانثى يحتوي على المغنيزيون هذا تقدمه اخوتي على مدار العام مرة لا مرتين في الأسبوع كان اخوتي ايضا منتوج اخر ما شاء الله الهاغبابيوخ الهاغبابيوخ راكم تشوفوا الحريق تصيفه العسلوج هذا الهاغبابيوخ يحتوي على كل هذه الامور يحتوي على المكونات تعال الهندباء تعال التفاف كل شيء خوتي العزاز هذا يلعب الضور مطهر للامعاء وثاني شيء يجهز طيرتاكم يجهز طيرتاكم هذا تقدروا تستعمله مرة في الأسبوع لمراتين يعني يخصكم خدموا بالحاضر خوتي اذا ما تقدر شريهم كامل اشري الهاغبابيوخ اذا ما تقدر شري الهاغبابيوخ يعني استعمل مرة لمرتين في الأسبوع وانتو مقسمو كما تحبوه صيخوتي هذا يستعمل الهاغبابيوخ يستعملوا عشر قطارات في نصف مشرابية مرة لمرتين في الأسبوع اخواني فالله يعني ايضا باش ما تتواجهوش مشاكل مع الكابد الكابد استعملوا البيتاكل الخوتي البيتاكل ما شاء الله هاني نخدم به نستعمله مرة في الأسبوع مرة في الخمسطاش اليوم نستعمله خوتي العزاز تقدروا تستعملوا عشر قطارات في نصف مشرابية وتقدموه للوقاية للوقاية واني نقول لكم من أسهل ما يكون ابغى طائر حسون ابغى طائر الكناري ابغى اي طائر اي طائر والله غير تنتجو عادي بإذن الله واني نحلف لكم خوتي المهم خوتي العزاز هادو هما المنتوجات تعنا ماشي شرط شريو علينا المهم شريو على انسان ثيقة يعني انا اقول هاكم خوتي غير ما نوضع هذا الفيديو باش نروج لانه المنتوجات هذه معروفة معروفة خوتي مش هنرووجلها ولا ولكن شريو على انسان ثيقة وخلاص هذا ما كان وربي يحفظكم وان شاء الله خوتي العزاز تلقاوا بوكلاء رسميين المكملات في اسف الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته